اشتركوا في القناة للنهاردة هتكلم معكم عن منحة دراسية ممتازة جدا بس قبل ما اتكلم عن المنحة دي حتب اوضح اللي ده الويب سايت الرسمي الخاص بنا بالاضافة كمان ان قناتنا قناة منح من كل الالوان والويب سايت عليهم فرص ومنح دراسية كتير فاريت تتصفحوها عشان تعرفوا على حسن منح الدراسية كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس صغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة طيب خلاني نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة منحة النهاردة هي عبارة على منحة دراسية ممولة بالكامل في هونغ كونغ تمام طيب الدولة اللي هيكون فيها المنحة دي هي دولة هونغ كونغ ودي طبعا جزء او مقطعة من الصين ولكنها منفصلة لوحدها تمام بتصنف كدولة منفصلة اه وايضا اللغة الشائعة فيها اللغة الصينية واللغة الرسمية فيها اللغة الصينية طيب بالنسبة للجهة المنحة اللي مقدمها المنحة دي هي جمعة اسمها سيتي اونيفيرستي تمام دي الجهة المنحة بالنسبة للدول المتاحة للتقديم كل دول العالم متاح للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة بالنسبة لمرحلة الدراسية الموجهة لها المنحة دي المنحة دي موجهة لدراجة البكالوريوس فقط يعني لو انت عايز تدرس البكالوريوس متاح عايز تدرس الماجستير او الدكتوراه غير متاح. لو انت في اخر سنة من السنوية العامة او انهية السنوية العامة بتقدر تقدم عادي على الباكالوريوس. ولو انت خلصت باكالوريوس وايستدرس باكالوريوس مرة تانية برضو ما فيش مشكلة بتقدر تقدم عادي. تمام? طيب بالنسبة للتمويل في المنحة دي المنحة دي ممولة بالكامل. طيب خلنا نتعرف على التفاصيل بتاعتها. هيتم توفير سنويا مية وتمانين الف دولار هونج كونج ده بعملة هونج كونج. تمام? بما يعادل اربعة وعشرين الف دولار امريكي. والمبلغ ده هيتم توفيره سنويا مبلغ كبير جدا. آآ هيتم توفيره لكل طالب على اساس يتم استخدامه لتوفير الرسوم الدراسية. هيتوفير آآ السكن ووجبات الطعام. يعني انت عندك المنحة ممولة لك بالكامل لانها بتوفر لك زي راتب سنوي يشمل لك الدراسة والسكن ووجبات الطعام. كمان ما تنساش انك هتدرس في جامعة في افضل جامعة من جماعات العالم. دي جامعة لها ترتيب عالي جدا. فده شيء ممتاز. بالنسبة للتخصصات المتاحة في المنحة دي اغلب التخصصات متاحة. عندك زي الهندسة التربية الاقتصاد العلوم وغيره من التخصصات متاحة في المنحة دي. وهنا هتلاقي قوامة التخصصات كاملة. تضغط كلمة هنا دي. تمام? هيفتح معاك كل التخصصات المتاحة في الجامعة دي. فزي ما احنا هنشوف دلوقتي هيزهر معنا كل التخصصات بتاعة هذه الجامعة. هتلاقي عندك بقى الهندسة وغيره. طبعا ده الموقع الرسمي للجامعة. تمام? هتلاقي هنا متقسم الكليات كلية تدارة الاعمال الهندسة وكل كليات تحتها تخصصات الفرعية بتاعتها. فتقدر شوف التخصص المناسب ليك. وتقدم عليه. تمام كده? طيب. آآ نرجع تاني. آآ هنا هتلاقي كمان عندنا ده جربنا على الواتساب ممكن تنضم عليها عشان يوصلك احريس المنح الدراسية فور النزولة. وايضا جربنا على remindنا اهنا بعض الملاحظات المنحة دي لا تحتاج شهرة لغة لزمين عند التقديم لاغلب التخصصات اغلب التخصصات في المنحة دي مش بتحتاج شهرة لغة عند التقديم فيما بعد لما تحصل على القبول بتقدر توفر شائرة اللغة ولو عندك شارة لغة اصنا sustaining التقديم برضو ده شيء بيكون كويس. كمان متاحة التقديم ازا انت في اخر سنة من السنوية العامة او انهيت السنوية كمان المنحة دي ليس حتى اخسر العمر للتقديم فيها. بالنسبة للاوراية المطلوبة عندنا في المنحة دي. مطلوب منك كشف الدرجات بتاعك. مطلوب السيرة الزاتية. ولو خلي بالك انهية السنوية العامة بتوفر كشف الدرجات. لو لسه ما نيتهاش بتجيب شهادة السنة اللي قبلها. مطلوب السيرة الزاتية زي ما قولنا. مطلوب خطاب نية. مطلوب صورة جوال صفر او بطاقة الهوية. وكمان شارط اللغة الانجليزية ان وجد عند التقديم. بالنسبة لاخر معاد للتقديم في المنحة دي هو خمستاشر نوفمبر الفين واحد وعشرين. ده اخر معاد عشان تقدم في المنحة دي. طيب. عندنا هنا بعض الملاحزات. طبعا ما تنسوش ان قناتنا بقنات منح من كل الالون بتوفر خدمات اضافية. زي اللي احنا بنوفر منح دراسية مضمونة لقبول المية في المية في الصين. آآ كمان خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة ومنحة انت عايزة. يعنينا عايز تقدم من خلالنا المنحة دي متاح. كمان خدمة التقديم على الكورسات وخدمة تجهيز الاوراق. ولو عايز ايخدمه بالخدمات دي بيتلاقي رابط خدمات نا في صندوق الوصف اسوأ الفيديو. وايضا بتلاقي رابط خدماتنا هنا. تمام? طيب خلنا دلوقتي نروح نشوف بقى الاعلان الرسمي لمنحة. تيجي تضغط على كلمة الاعلان الرسمي عشان يفتح معك كل التفاصيل الخاصة بالمنحة اللي انا قلتها. هيفتح دلوقتي الموقع الرسمي للجامعة نفسها. وهتلاقي فيه كل تفاصيل منحة. هتلاقي هنا التفاصيل منحة موضح لك اللي هو بيوفره مية وتمانين الف دولار هونج كونج تمام? بما يعادل ربعان عشرين الف دولار. وآآ ده هتقدر استخدمها في السكن ووجبات الطعام والدراسة وغير. فكل التفاصيل هتلاقيها موضحة هنا. طيب خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف كيفية التقديم. تيجي تضغط على كلمة قدم الان دي عشان يفتح معك التقديم. التقديم لازم تمشي فيه خطوة بخطوة. وتتبع جميع المراحل. وتملأ يعني كل آآ على حدة. طيب. هيفتح معك التقديم بالشكل ده. هتروح انت ضغط على كلمة قبلينا ودي هنا. تمام? عشان يفتح معك بقى نفسه بتاع التقديم. طيب. هيفتح معنا دلوقتي. اول لما يفتح معنا الجزء ده. اللي هو بتاع التقديم. تمام? آآ هيفتح معنا الجزء ده. مطلوب منك انك تحط بقى الاي دي بتاعك والباسورد. تمام? طب انت كمستخدم جديد ما عندكش اي دي وما عندكش باسورد. تعمل ايه? تروح تعمل كريات اكاونت. تمام? تعمل اسم واستخدم جديد. عشان تبدأ انك تعمل الموقع الملحة. وتحط بقى مسلا آآ رقم الهوية بتاعتك. تحط اسمك اسم العائلة الجندر بتاعك. تاريخ بلادك والايميل. وبعدين تضغط على كلمة كونتينيو. وبعد كده آآ بتحصل على تمام? وبتحصل على الباسورد بتحط الالكترونيك اي دي هنا والباسورد هنا. وبتقدم في الابليكيشن بتاعك عادي. تمام كده? طيب هنا انا هحط الاي دي بتاعي. تمام? هحط الالكترونيك اي دي واحط الباسورد بتاعي. وبعدين هضغط على كلمة لوجين عشان ادخل الابليكيشن الخاص بي. تمام? طيب دلوقتي دخلني الابليكيشن. اول حاجة لازم تروح عند كلمة قبليه في النيو بروجرام دي وتضغط عليها. ومن هنا بتختار التخصص. بعد ما بتحدد تخصصك على سبيل المسال اخترت باكالر يوسف انجلش. بتروح عند كلمة كود دي وبتضغط عليها. تمام? عشان يفتح معاك الابليكيشن بقى على حسب البرنامج اللي انت اخترته. وهنا بيبدأ لك تشيكليست بيوضح لك التفاصيل. بعد كده بتروح هنا معلوماتك الشخصية. تمام? ودي بعض المعلومات اللي انت كنت كتبتها. بتزود بقى معلومات اضافية التاريخ من الجنسية بتاعتك بتحطها. مسلا جزائر على سبيل المسال. بتحط عنوان الاقامة بتاعك الحالي. تمام? آآ بتحط رقم الهاتف بتاعك. كل ده بتزوده هنا. بعدين بتضغط علي السكشن اللي بعده. مسلا. ده لو انت عندك امتحانات اضافية عندك زي الاي لاتسساتي الحاجات دي بتضيفها لو مش عندها خلاص هم مكتبين يعني لو متاح. تمام? طيب تخش على السكشن اللي بعده. اللي هي معلومات المدرسة السنوية بتاعتك. بتحط بقى انت بدأت من امتى لامتى? اسم المدرسة? المدرسة دي ما كانها فين? آآ كل التفاصيل دي. تمام? طيب بعد كده دي بتسيبها لو انت مسلا حاليا دلوقتي بتدرس باكالاريوس مسلا درست سنة اولى او سنة تانية باكالاريوس وعايز انك مسلا تعمل تحويل تكمل او على سبيل المسال انك يعني بتوضح لهم انك خدت مؤهل اضافي بعد السنوية العامة. يعني سبيل المسال واحد يتخرج من السنوية العامة الفين وتسعتاشر واحنا في الفين واحد وعشرين يبقى لازم يوضح السنتين دول كان بيعمل فيهم ايه? تمام? طيب لو مش موضح عندك بتسيب الجزء ده فاضي. بعد كده بتروح لل تمام? وهنا لو انت عندك بقى مسلا اعملت تطوع آآ كنت مشارك مسلا في اولمبياد حاجة من الحاجات دي فبتوضح ده كله هنا. لو ما عندكش اي بتسيبها فاضي. تمام? اللي هي آآ زي ما احنا قلنا لو انت خدت كورسات تطوعات برضو بتضيفها في الجزء ده. بعدين الخبرة العملية بتاعتك. لو انت اشتغلت شغل ما تفعل اجر او غير ما تفعل اجر مش شرط داخل مجالك. تمام? وانما بشكل عام بتضيف كل ده هنا وبتكتب الشغل ده كان نوع ايه من امتى الامتى يعني آآ آآ العمل بتاعك كان نوعية وايه? انت كنت شغال في الشغل ده ايه بالزبط? بتوضح كل التفاصيل هنا. بعدين بتروح لجزء اللي هي الوصائق الدعمة. وهنا بتضيف بقى الوصائق بتاعتك. تمام? الا اكاديميك ترانسكريبت ده لو عندك متاحة آآ بتاعك البسبور او بطاقة الهوية. وبعدين كده كل واحدة بتعمل لها وترفعها في المكان بتاعه. تمام? بعد كل ده بتروح اللي هو زي خطاب النية كده. تمام? في الجزء ده انت بتذكر فيه ليه انت عايز تنضم للجامعة دي. تمام? هنا بيقول لك يعني ايه الكارير اه تموحاتك المستقبلية. الحاجات دي كلها بتوضحها هنا في الجزء ده. تمام كده? طيب. فكده اه احنا شرحنا خلي بالك بعد لما بتملق ده بيكون مطلوب منك انك تدفع رسوم فيه رسوم للابليكيشن لازم تدفعها عشان ضمانك جدية. بتضغط على كلمة بي عن نصب ميت. وبتدفع رسوم للابليكيشن. رسوم للابليكيشن دي حوالي خمسين او ستة وخمسين دولار. تمام? اللي هي ربعمية وخمسين اه دولار هونج كونج يعني سبعة وخمسين دولار تقريبا. تمام? دي بتدفعها عليه عشان ضمانك جدية. ما هم مش اي واحد مسلا ان ايه جاي من الابليكيشن وهم يرجعوه واحد مسلا يكون مالي للابليكيشن خطأ. فدي بتتعمل على اساس ضمانك جدية. وحابب اوضح نقطة. لما بيكون المنحة في رسوم بيكون افضل ليه? لان ما بيكونش الاقبال كبير وما بيكونش التنافس كبير. فبالتالي انت بتضمن لنفسك انك تكون من ضمن الناس المؤهلة او بالنسبة كبيرة يكون لك ضمان القبول. تمام? كده? فاحنا كده وضحنا كل تفاصيل منحة. منحة ممتازة جدا. آآ ما تنسوش كمان خدماتنا الاحترافية لو حابين تقدمه من خلالنا. آآ آآ اخر معاد للتقديم خمستاشر نوفمبر الفين واحد وعشرين. وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق ولا بول لكم في المنحة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.